اتمران براحبك ولو في اي حاجة حدد بيك والحاجة تعرف كله مع اياه لان احنا دايما انت عاربك تبقى فيه في الملعب كده تبقى فينا رفزة يعني يعني لحاجة تبقى في الملعب في التمارين وحاجاته كله فانت عارب بردو اللعاب الصغيرة اللي ممكن يتطلع واللعاب مثلا كبير حد تنرسز ولا حاجة داعه صحيح فيه اللعاب الصغيرة ممكن تزعل لان بردو مش متعودة على كده واول مرة واول مرة واول مرة يصلوا بردو فالأول فدايما على طول بأتكلم معهم ان هما لازما يعني يتمرانوا لازما يدوا اكتر مننا بمليون مرة لان هما 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 هيبقى هما هيبقى اعتمد للأهل يعني هما هيبقى اعتمد للأهل الفترة الجاية ولا اعتمد عليهم فعشان كده دايما بأتكلمهم وان هو يعني برضو بحب يعني عشان هما يعرفين بحبوهم قبدي بصراحة يعني طب قولي النهاردة في الاخبار بتاع التمانية الاهلي عرفت ان كابتن فيلر كان ليك معك اجتماع معك انت تحديدا يعني ايه اكتر حاجة او ايه اهم حاجة دارت في الاجتماع ده بينك وبينه لا والله يمكن ممكن مستر طبعا يعني كان يتكلم معي عنه في الفترة الجاية الاجبات الفنية يعني دائما بقعد يتكلم معي هو كل يوم يعني بصراحة يعني يمكن هو بساعدنا بشكل كبير حاسس حاسس ان الراجل مركز معك بشكل خاص اه هو مركز معي حتى من ساعة ما جيه والله يمكن هو بيقعد يتكلم معي كثير بيقعد يعني يحفظني حاجات كده يعني اعملها في التمرين حتى فانا يعني بعمل اللي هو بقول عليه فعشان كده كل يوم يعود يقول حاجة جيدة فبعملها دي اللقطة طبعا اللي جامعة بين فيلر وكابتن كهربا في التامير النهاردة مسؤولية كبيرة يا كابتن كهربا وجمهور الاهلي يعنيوا على البطولة افريقية وانت ونجوم النادي الاهلي الحقيقة يعني قدامكم كتير الفترة اللي جاية فكل التوفيق وبشكرك جدا على التواصل معنا في السادس هيكسب امتى طيب يقول لك جابتن عارمي يقول لك هتكسب امتى احنا كشبنا المهاردة خيرات التعايز تاني حابب بس اشكره جدا يعني بسرعة انا متواجد في فري الاول بقالي سنتين يعني الحمد لله فهو لما يعني جئ كنت انا موجود فهو يعني من اول ما يعني ما تقابلنا وكده فسلمت عليه وكده لكن هو ان انا عرفه بقالي فترة كبيرة ما فيش اللي هو انت بقالك كتير وانت مش موجود وانت صغير وانت كبير سلم عليه وحظنني وشد حيلك وانت كويس والكلام الجميل ده ودايما في التاميرين بيقول لي شد حيلك وتمرن وما فيش فرق وما تخافش من حد والفترة دي يعني هو ماشي بشكل كويس ومكسر الدنيا ما شاء الله وما تشجوه نجاب جنين وربنا يكرمه وعمل اسست عالمي كمان اه اه اسستين وربنا يكرمه في الفترة الجاية هو انلعب جامل جدا انا بحبه على المستوى الشخصي الاهلوية مستانين منك كتير ومنتخب مصر ان شاء الله مستانين منك كتير كابتن تهروا بشكرك شكرا جزيلا على تواصلك معنا في السادسة كابتن فخري